استقبلها الحزب الشيوعي في مقره ببغداد رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي الأستاذ سعد عاصم الجنابي وتباحث الجانبان تطورات السياسية باهنة وبحث تشكيل الكتلة الأكبر والانفتاح مع القوى الوطنية الأخرى لانبتاق كتلة سياسية تشكل حكومة قوية قادرة على توفير الخدمات للشعب وانتشال البلاد من الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد وكذلك بحث الاجتماع ضرورة القضاء على المحاصصة الطائفية المقيتة التي جرت البلاد إلى ويلاته وأغرقته بالفساد المالي والإدارية على أمل أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إدارة المؤسسات بما يخدم المواطن وليس الحزب أو المصلحة الشخصية كما أكد المجتمعون على أن سائرون بمنهاجها الوطني تسيروا أفق خطوات ثابتة مشددين أن نواة الكتلة الأكبر تشهد تقاربا مع كتل وطنية ينسجم مشروعها مع سائرون تجاه خدمة أبناء البلد وأن تشكيل الكتلة الأكبر قابق وسيني أو أدنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر